المحبّة له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبّته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا يقول كتاب وتراء لي الرب من بعيد ومحبّة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة أحبّنا فضلا أحبّنا حتى المنتهى أحبّنا ونحن خطى بغض النظر كنت كبير صغير بار أو غير بار الرب أحبّك بغض النظر شو أنت شو خلفيّتك شو هويتك شو ديانتك فهذه المحبة أظهرها بل أعلنها الرب يسوع المسيح بل أيضا عاشها وعلمها وفعلا سلك فيها من أجل هذا بقول يقول الكتاب أسلكوا في المحبة يا أولادي انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرف هو هذه المحبة اليوم عم تهاجم عم نستهزأ يستهزأ بنا بسبب المحبة اليوم عم بيهاجمونا لأنه منعلم أقوال المسيح أنه مش بس تحب الآخرين بل تحب الأعداء أحبوا أعداءكم بارك لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وتخيل أنه في ناس بتصخر من هذه الآية رغم أنه كل العلماء من أعداء وأصدقاء يناشدون هذه المحبة ويتكلمون عن عمق وبعد وعظمة هذه المحبة هذه المحبة الإلهية المحبة الغير محدودة المحبة الغير مشروطة هذه المحبة موجهة تجاهك إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات بس عشان الصلاة تكون مستجابة بقول لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا موسيقى موسيقى